السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك ياولاد رجعنا لكم اليوم فيديو جديد الفيديو هذا جماعة الخير جايبين لكم تجميعه للي فلوسه واجد اذا انت والله مهم انتك الفلوس انت بتحرق فلوسك عندي تجميعه يحبها قلبك فمعكم باس من قطعه سوكا لا تنسى تعطيني لايك سبسكرايب وشير ويعطيكم الف عافية جماعة الخير على الدعم قوي جدا اتمنى اني يستمر اسعدتوني الله يسعدكم فقاما نبدأ الفيديو جماعة الخير ممكن اخويكم فلوس يشتري الجهاز لا تدري لكن اضطيته من اجل الموت لكي نشوف لكي نشوف كم قطع البسية تقدرون يدفعون او كم قطع البسية تقدر توصل رقام فلكية لكن يلا نشوف مع بعض ادري طوالت جدا يلا خليكم مع الفيديو اول شي نبدأ فيه عندنا هنا انتل كور اي ناين تسعلاف تسعمية كي طبعا الانتل هذا اي ناين فيه ثمانية كورز وستة عشر ثريد ثلاثة بوينت ستة جيجا هيرتز يقبل كسب الى خمسة جيجا هيرتز ما شاء الله طبعا بما ان عندك ثمانية كورز وستة عشر ثريد افضل حاجة للمونتاج ستريمينج تسوي اكثر من شغل مرة واحدة نشوف اللي بعد وش عندنا هنا عندنا الماثر بورد من جيجا بايت الى الاروس زت ثلاثمية وتسعين الترا الجي اي طبعا هذي نقدر تقول من افضل الماثر بورد زي تقبل على كرت ال اي ناين او اي سفن الجيل التاسع طبعا تدعم الرامات الى سرعة الاربعالاف ومئتين وستة ستين وبها شما شاء الله كما ادخل فيها ثلاثمية داخل كرت الشاشة كلها مدعم بالانومنيوم حتى لو كان كرتك تقيل ما راح يصير فيه اي مشكلة برضه شوف فيها تقريبا ثلاثمية داخل لل M.2 يعني ما عندك اي مشكلة سراحة شيل وحط اللي انت بي واعتقد تدعم الى 64 رام ما راح تدعم عقل من 64 ما كتب الا 64 جيجا وتدعم الدول اذا كان عندك معالجة رايزن افضل لك طبعا نجيل البعض هذه جوعة الخير عندنا هنا من جي سكيل 64 رام سرعة 3000 ليش اخذ سرعة 4000 لكن بشكل عام السرعة ما راح تأثر معالجة الانتل فسرعة 3000 على 4 قطع 16 جيجا شيء اسطوري يعني 64 جيجا انت تقدر تشغل 100 صفح كروم تقدر تسوي رندر وتلعب يا رجل باتلفيلد على Ultra 4K ما عندك اي مشكلة وصار شيء في الجهاز يعني موصفات خارقة جوعة خير نشوف اسار كم قيمتها 1600 ريال هذه رامات بس في 1600 نظر نجيب تجميعها محدودة الدخل لكن نجيل اللي بعده هنا عندنا من كرت اي في جي اي يعني كرت اي في جي اي عندنا من شركة اي في جي اي كرت ار تي اكس 2080 تي اي الاف تي دابليو ثري الترا غيمينغ من افضل كروت الشاشة من ناحية تبريد قوة كسر سرع الاوفر كلوك حقه نعم ما في منافس طبعا قيمة الكرت الماعات الضريبة تقريبا 6000 ريال هذا كرتي جمعت الخير قيمة ب 6000 ريال طبعا البوست كلوك حقه 1755 طبعا يقبل كسر السرع ما ادرك هم صراحة ما عنده اي خير الفيه لكن اتوقع شي جبار برضه يعني فيه شركة قوية تنافس المجال هذا عندك امس اي عندك اسوس لكن اي في جي اي صراحة ابدع صراحة في الشكل الكرت جدا خرافي صراحة يرجع شوف التبريد الموجود هنا قد ايش هجمه يعني اسطوري صراحة للكرت كهذا كبره يمكن كرتين من الكرت اللي عندي نروح لبعده وعندنا من سامسونج اللي هي ال M.2 ال 970 Evo Plus السرع حقتها جمعة الخير جميع تشوفون الريدنج ماكس راح تكون 3500 ميجابيت بالثانية وعندك الماكس رايتنج 3300 ميجابيت بالثانية طبعا شركة سامسونج افضل شركة تصنع M.2 طبعا اخذنا واحد تيارا طبعا انه ماهما اللي يشتر الجهاز هذا ماهما الفلوس قيمته ب 1114 ريال حلوين نجي عندنا هنا جوعة الخير هنا للتخزين حق الالعاب حقه يعني يخزن على WD اللي هو السس دي 2 تيرابايت من شركة WD اللي هو الوسترن ديجتال قيمته صراحة يعني معقولة قيمته قيمة الامدة 2 قريبا قريبا قيمة الامدة 2 لكن هذا 1 تيراب هذا 2 تيراب فالجهاز فيه تقريبا ثلاثة تيراب تخزين جدا كافي للالعاب والمونتاج نجي عندنا جوعة الخير عندنا السيمي موديلر اللي هو السيمي موديلر من EVGA 1000 واط 1000 واط يعني هذا تركب كرتك وركب معالجك وركب اغراضك كله وركب LED بديك ورجليك ما راح تأثر فيه ابدا ضمانه خمس سنوات من معروفة شركة EVGA اذا ما كانت افضل شركة من افضل شركات هي و سي سونيك لكن اخترت EVGA لاني اثق صراحة بـ EVGA من ناحية الجودة برضو من ناحية الضمان ما راح يخرب اصلا حتى من ناحية المتانة الموجودة على البور سبلاي من افضل شركات صراحة على السي سونيك هنا الكيس من NZXTLH700i زي ما تشوفون فيه RGB حجمه ضخم جدا وهو سمارت فيرجين يقوق هنا فيه المكان سبلاي انتل باي انتل باي ماذا ربورد يعني مصفاته صراحة ما قد جربت لكن اللي اعرفه انه اعتقد انه فل تاور اذا ما خضني لا متاور لكن راح يكفي لتجمعاتنا فيها رجي بي انتفان كنترول فيها مراوح تتلون وتتحكم فيها بالكنترول وفيها تمبرتي غلاس مثل اي كيس ثاني لكن سعره غالي تقريبا معقول سعره يعني مش الاغلى اما سعره مش بطان شكله حلو جدا معروفة يعني من افضل شركة صراحة انزي اكستي بتصنيعة الكيسات تصميمها حلوة وتبريدها ممتاز جدا نجي الاخر قطع عندنا جماعة الخير فننشنا التجميعة من شركة انزي اكستي كراكنل X72 360 ملي ميتر يعني هذا جماعة الخير هذا اكسر المعالج مرتين ما رح يجي شيء ان شاء الله يعني 360 يعني شي خرافي صراحتين جماعة الخير هذا تبريد جدا جدا عالي يعني انا شوفوا مقاطع له يكون الكرت على درجة حرارة تقريبا بدون كاس سرعة طبعا على درجة حرارة 22-23 وانهو ماشي طبعا انزي اكستي افضل شركة تصنيع تبريد مائي برضو فيها الافكتس حلوة نفس الاسلوت هذي حقا كلمة انزي اكستي تصير فيها RGB تحكم فيها صراحة حلو شكلها جدا ممكن تغيير مراوح برضو حقتها هذي المبرد تكون RGB برضو لكن على حسابك لك حنا نقول انه احتر ما يهم وش شكله ما رح يغيير مراوح طيب يا جماعة الخير يراح يسأل كم التجميعة هذي رح تكلف؟ طبعا هذي جماعة الخير ما رح تحصل اقوى من التجميعة هذي مهما حاولت هذي اقوى تجميعة العام 2019 يعني من تاريخ الفيديو هذي اقوى تجميعة ما رح تحصل شيء اقوى لك رح كم رح تكلف من التجميعة هذي لو واحد فكر شتريها هذي جماعة الخير يشتريها اللي منتجه على 3D اه المصممين حقه 3D ومصممين المقاطع مصممين الافلام سوي اللي انتبي رح تطلع عليك التجميعة هذي كاملة شامل الشحن والضريبة والتوصيل وبتاع كله 15309 بس 15309 هذه الرجل في قيمة اكسنت لكن ما شاء الله في ناس ربنا يعني ربنا يزيدهم ويرزقنا ما شاء الله تشتري اشياء هذي فهل انصح تجميعة هذي والله يعني انا كباسل ما ادري صراحة انا الرجل لو تعطيني المعالج الحلقة واو yeah فيان كاملة الخير ما فيشığım اقوله التجميع على التحدث عن نفسها جماعة الخير فما بقول الفيديو هو قصير يعطيكم الف عافية يا جماعة الخير عندماك منصلت هنا ويعطيكم الف عافية على البعادة الجن واضح على السعادة يعطيكم العافية انا på الآخر شك لكن هذا اكثر شيء واو طبعا من نهاية الفيديو يا جماعة الخير سبحانك الله بحمدك استغفرك و أيتوب إليك وكم معكم باس مقاتل زوكا والسلام عليكم